السلام عليكم ورحمة الله اللي عايز يربي حيوانات اللي عايز يأمن على حيواناته اللي عايز يعمل كروض على حيواناته كل ده إن شاء الله هنتكلم عليه في الندوة الإرشادية ومن خلال تواجد الأستاذ الدكتور عصام عبد الشكور مدير صندوق مدير عامل صندوق على التأمين على الملشية وكذلك برضو معانا أضيف من معهد بحوث معهد بحوث صحة الحيوان الدولة الدكتورة نشوة رئيس بحوث ومدير المعمل والأستاذ الدكتورة وفاء رئيس بحوث ومدير المعمل الداجني وأطباء بيطارين الإسماعيلية ومربين من خارج الأطباء البيطارين وده يارب يكون ندوة لجميع المشاهدين يشوفونا ويتبقى مفيدة ويعرفوا إيه هو صندوق التأمين على الملشية وإيه إجراءات التأمين وإيه الفوايد والميزات اللي بيقدمها صندوق التأمين على الملشية للمربي لأن في الآخر هدفنا كمصر الزراعية أو من خلال برنامج العيادة البيطارية هدفنا كلنا أن نرفع الدخل القومي ونرفع مستوى الفلاح الصغير أو المربي الصغير لأن ده في الآخر بيساعد في الدخل القومي للبلد والاقتصاد القومي فربنا يأثر إن شاء الله وتبقى حلقة ممتعة وتقدروا تستفيدوا بيها من خلال قناة مصر الزراعي معايا الأستاذ دكتور أصاح الشاكور برحب بحضرتك أفندم وعايزين المشاهدين كلهم بيسألهم بيقولوا طيب إيه هو الصندوق التأمين على الملشية وإيه اللي بيقدمه الصندوق التأمين على الملشية للمربي ومدريات الطب البدر فاضل أفندم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلام بحضرتك وسعيد إن أنا بينكم النهاردة في هذه الندوة اللي نتمنى إن هي تبقى ندوة مفيدة للجميع نرد على أي استفسار لحضراتكم وبسرعة هندي نبزة عن إيه هو صندوق التأمين على الصروة الحيوانية صندوق التأمين على الصروة الحيوانية هو صندوق خاص ذات منفعة عامة أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 28 لسنة 59 وبالمناسبة هو المكان الوحيد اللي في جمهورية مصر العربية اللي تخصص بتاعه هو التأمين على الصروة الحيوانية فقط ما لهش أي نشاط تاني غير التأمين على الصروة الحيوانية اللي بيهدف من خلاله إلى تنمية الصروة الحيوانية والحفاظ عليها ليه بنقول تنمية الصروة الحيوانية والحفاظ عليها؟ لأن أنا بحفظ للمربي إن هو لو مأمن على الحيوانات بتاعته وحصل له حالة زبح أو نفوق التعويض اللي بياخده بيقدر يجيب مكانه حيوان آخر عشان يكمل ويستمر في موضوع التربية وبالتالي يبقى يفطل عنده إنتاج سواء الألبان أو اللحوم ده كده كان في عجلة التعريف بالسندوق السندوق في الفترة الأخيرة شاهد اهتمام كبير جدا جدا خاصة من معالي وزير الزراعة الأستاذ السيد القصير على أساس إن هو تملي بيوجه إن إحنا ننشر ثقافة التأمين العادي وهقول ليه ثقافة التأمين العادي إحنا عندنا أنواع التأمين يا إما تأمين عادي يا إما تأمين قروض اللي هي المنح اللي بتيجي من البنك الزراعي أو بتيجي من البنك الأهل ليه بنقول التأمين العادي وهنركز عليه النهاردة لأنه هو التأمين اللي له صفة الاستمرارية أما تأمين المنح أو القروض ده إذا كان فيه منح هيبقى فيه تأمين ما فيش منح ما فيش تأمين وبالتالي احنا بنقول ليه تملي مهتمين بالتأمين العادي وبنقول ليه عاوزين نعرف المربي أهميته إيه وإيه المميزات اللي أنا بدي هاله فيه عشان أرغبه أنه هو يبقى الحيوانات بتاعته كلها تحت مظلة التأمين لمصلحته أولا وأخيرا الصندوق على فكرة صندوق لا يبغي الربح الصندوق لا يبغي الربح الصندوق أصله وأصله كلها بتقول لوزارة الزراعة كلها تبع وزارة الزراعة وعشان كده بنقول لحضراتكو احنا ليه بنوجه الاهتمام بتملي تكسيف الندوات للزملاء وللمربيين عشان نعرفهم إيه هو التأمين العادي إيه المميزات من خلال هذا التأمين إيه الحزمة المميزات كمان اللي عملها الصندوق في الفترة الأخيرة في وجود سيادة اللواء الدكتور إيهاب صابر فيه كرئيس مجلس إدارة للصندوق ومساعد الوزير بصراحة الفترة الأخيرة بتشهد نهضة كبيرة جدا 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 في الصندوق لم يشهدها الصندوق منذ إنشاؤه في سنة 59 في عجلة ليه هنقول التأمين العادي التأمين العادي يا جماعة إحنا الأيام ديت بأنها فترة حوالي 5-6 شهور تقريبا البنوك موقفة المنح ويمكن اللي شغال معكم أو من حضراتكم في التأمين عارف إن ما فيش النهاردة البنوك ما فيش منح ليه لأنها هيتم تغيير سياسة البنوك وهيتم توريد رؤوس ماشية بدلا من الفلوس هم شافوا إن في نسبة من القروض ديت ما بتطلعش في مكانها وبالتالي قالك لا الفلاح اللي عاوز يأمن ييجي يقدم طلب هنديره عاوز رأس عاوز اتنين عاوز تلاتة حسب القرد اللي هو عايزه هنديره بيه رؤوس ماشية وبالتالي مش هيبقى فيه كروض بعد كده فلوس تتاخد في إيد المربي وقوله روح اشتريه وتعالي لا هو البنك اللي هيديله الراس نفسها اللي هيأمن عليه طيب ما فيش ده يبقى أنا ما عنديش تأمين يعني أنا ما فيش ده ما عنديش تأمين طب نيجي بقى نخش على القصة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو التأمين العادي التأمين العادي إن الفلاح يبقى عنده ثقافة أو المربي يبقى عنده ثقافة إن أنا عاوز أروح أأمن على حيواناتي من غير فلوس من غير كارد البنك عشان أحفظ نفسي في حاجات وأحفظ حيواني في حاجات كتير قوي احنا كلنا عارفين الفترة الأخيرة فترة ظهور لبعض الأمراض الوبائية زي الحمى القلعية محدش تقريبا ما نكواش من الحمى القلعية طيب أنا النهاردة كسندوق أنا الجاء الوحيدة اللي بأمن ضد الأمراض الوبائية وعندي ناس في محافظات كتير جدا حيواناتها نفقت في الحمى القلعية خدت تعويض كامل وناس عندها بدل الحالة عشرة خدوا تعويض كامل طيب أنا النهاردة لما الفلاح يعرف إن لو مرض وبائي لقدر الله جه وأنا مأمن على الحيوانات بتاعتي ولو جرى لهم حاجة أنا مش خايف ولا الآن لأنوا تعرفين النهاردة البقرة والجموس هي صروة الفلاح حضرتك أصريت على تعويض كامل التعويض الكامل ده يعني إيه تعويض كامل أنا كمشاهد يعني إيه تعويض كامل وتعويض مش كامل يريد تفسير حضرتك ليه هو إحنا عندنا التعويضات حاجتين يإما بياخد تعويض كامل يإما بياخد نص تعويض يإما بيحرم من التعويض يعني إيه الكلام ده سيادتك ونت بتأمن أو المربي وهو بيأمن بيأمن على قيمة مالية بالحيوان يعني بيقول لي والله أنا البقرة دي شريها بـ 25 ألف جنيه عايز أمن عليها بقيمة 25 ألف جنيه إذن لو جرالها حاجة لو هياخد تعويض كامل هياخد 25 ألف جنيه كلهم ده اسم التعويض الكامل يعني هو قيمة الحيوان المادية أو المالية اللي هو مأمن عليها بهذا الحيوان هو مأمن بـ 25 هياخد 25 مأمن بـ 20 هياخد 20 هتقول لي هو بمزاجه هو يأمن الفلاح أو المربي بمزاجه يقول سعر بمزاجه هو سعر يتناسب مع القيمة السوقية للحيوان إحنا كلنا طبعا نعارفين النهاردة السوق بيطلع وبينزل النهاردة لو الجموسة مثلا بـ 30 ألف وعاوز يأمن عليها بـ 30 ألف مفيش أي مشكلة خالص لو مربي عايز يأمن على المشي هل التأمين دفع واحدة يعني سيلا مزحرك بتقول مثلا إن هي سعرها في السوق بـ 30 ألف هيدفع هو 30 ألف مرة واحدة الدكتورة وفاة بتقول لي هي فاهمة أو هي افتكرت إن ما بقول القيمة بتاعت الحيوان 30 ألف إن الفلاح بيدفع 30 ألف خالص نهائي أقول لكم إيه اللي هيدفعه فاللح بيدفع رسوم زهيدة جدا جدا يعني هو لو جيه النهاردة قال لي لجنة التأمين الحيوان بتاعي أنا جايبه بـ 30 ألف أو سعره 30 ألف واللجنة ارتقت إن هذا الحيوان فعلا يسوى 30 ألف فبتكتب له في الاستمارة إن الحيوان ده كمته 30 ألف طب إيه اللي بيدفعه المربي؟ بيدفع واحد في المية من التلاتين ألف يعني هيدفع 300 جنيه في السنة هيدفع 300 جنيه في السنة 300 جنيه في السنة لما حضرتك تقدرها مش هيجي جنيه في اليوم مش هيجي جنيه في اليوم دي حتة مهمة قوي يا دكتور عصام إن أنا كمربي أو فلاح كل اللي بدفعه واحد في المية من قيمة الماشية اللي عندي يعني زي ما الدكتور عصام نتكلم وقال إن هي بـ 30 ألف هيدفع 300 جنيه واحد في المية من القيمة الواحد في المية دي هتدي مزايا وفوايك كتير قوي هيكلمنا عليها برضو الدكتور عصام أنا برضو هفضل معاكم مركز في التأمين العادي لأنه هو اللي زي ما يقوله له صفة الاستمرارية مع المربي دي تمام إيه بقى مزايا اللي هيخدها المربي لما يأمن على الحيوان بتاعه وهيدفع 300 جنيه أو لو هي بـ 20 ألف هيدفع 200 جنيه أو لو هي بـ 10 ألف هيدفع 100 جنيه يعني إحنا بنقول هياخد واحد في المية من القيمة المقدرة الأساسية للحيوان إيه بقى حزمة المميزات اللي ممكن الرجل المربي ده ياخدها اللي اتعملت في الفترة الأخيرة لصالح المربيين أول حاجة التأمين العادي ده كان بـ 1.55% رسوم لا بتعليمات سيادة الوزير نزلنا القيمة دي من 1.55% بقت 1% دي أول ميزة تاني ميزة كنا لما بنقعد مع حضراتكو أو مع الأخوة المربيين في ندوات كانوا يقولوا إيه طب هو الفلاح هياخد إيه زمان كنت فيه ردة بتصرف عشان كده كان الفلاح بيقبل على أو المربي بيقبل على التأمين العادي طب يا سيدي احنا رجعنا الردة تاني وبقى فيه بروتوكول دلوقتي معمول ما بين التموين والزراعة لصرف حصة نخالة للحيوانات المؤمن عليها تأمين عادي الله ينوه عليك أنا عايز الحتة لها دكتور عصام تركز لي عليها كتير عشان حتى إخواننا الحاضرين معنا في الندوة والمشاهدين يشوفوا الحزم الجديدة أو المزايا الجديدة اللي قدمها السندوق خلال هذا العام على يد حضراتكم وعلى يد سيادة اللواء الدكتور هاب مساعد الوزير ورئيس مجلس إدارة السندوق إيه الجديد اللي أنا خليني أجري على التأمين أبو 2% اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي وبتزيد فيه طب أنت أنا هستفاد إيه كمربي هستفاد إيه كفلاح بتتكلم في رضة بتتكلم في طلق الصناعي يعني حضرتك الحاجات دي أنت أدرى مني بيها فنستفيد عليها شوي طيب أنا برضو هتكلم في حتة أو الموضوع بتاع النخالة ده موضوع بأن كم شهر فيه تقريبا أغلب المحافظات أو 99% من المحافظات شغالة فيه أنا كنت في الأسبوع اللي فات في وجه إبلي أسوان ولقصر وإنا ما شاء الله شغالين كواس جدا جدا فيه كل اللي بيعمله المربي بييجي لو عاوز يصرف نخالة بتقوله هتأمن على الحيوانات اللي عندك تأمين عادي بتعمله التأمين العادي شوف الحيوانات بتاعته طبعا إجراءات التأمين اللي عندك اللي أنت ماشي بيها بدون تغيير الحيوان لازم يكون مش مريض صحيا مصبوط بتعمله الاستمارة بتاعت واحد تأمين تمام تديله جواب من الطب البطري بأن الراجل ده مأمن تأمين عادي على عدد 10 رؤوس أو 7 رؤوس أو الحاجات اللي بأمنها بياخد الجواب والزميل فيه الإنتاج الحيواني في مدرية الزراعة بيعتمده معاك بيطلع بيه على إدارة التموين اللي تابعه بيديله ووجههه للمطحن اللي هو هيصرف منه هيقولولي طيب هيصرف قد إيه دي مختلفة يا جماعة من محافظة لمحافظة حسب قوة المطاحن اللي فيها يعني أنا كنت في أسوان يوم الأربع اللي فات هناك بيصرفه وفي مراكز بتصرف 120 كيلو في الشهر للراس وفي مراكز بتصرف 100 كيلو وفي مراكز بتصرف 90 كيلو حسب المطاحن وكفاءة أو القوة الاستعابية بتاعة المطاحن دي طيب أنا ليه ما باخدش الموضوع ده في الإسماعيلية ليه وأنا أعتقد أنك مجرب ما هتقول للفلاح أو المربي فينه خالة هيجري أنا بقول لحظك هيدفع كلام فاضي طب حد هيجي برضو يقولي إيه عشان برضو إحنا بنقطع الأسئلة اللي هتيجي ممكن بعضها يجي في أزهان حضراتك في واحد يقول لي طب من اللي يضمن الاستمرارية للراجل ده أنه يصرف شهري قبل من أجب على السؤال ده دكتور رسول نعم سؤالك كان بقول ليه ليه بتوع الإسماعيلية ما بيعملوش كده عشان كده أنا جابك النهاردة هنا في الإسماعيلية وعشان تقول بتوع الإسماعيلية كل حاج عشان إحنا بنحب بتوع الإسماعيلية طبعا أنا يعلم ربنا يعني إحنا من المحافظات فعلا أنا بقول لحظك المحببة لقلبي أنا شخصيا عاوزين نقول إن إحنا نبدأ كخطوة نبدأ نشجع الناس وسادة الزملاء في الوحيدات البيطرية هم عصب الشغل في الطب البطري مش في التأمين بس لا ده في كل حاجة وأنا على فكرة كنت دكتور بطري قبل كده الدكتور حامد يعلم مش عشان أنا لاتي في السندوق لا أنا كنت قبل كده في الهائقة كنت مديرة عام في الهائقة وكنت قبل كده شغال وحدات وشغال فلد وشغال كل حاجة عشان كده معز بالناس طوال التأمين يبقى منقول من خلال الندوات الإرشادية ومن خلال إدارة الإرشاد أعتقد إن إحنا ممكن نكسف مجموعة ندوات إرشادية في القرى بإن إحنا نوعي المربيين بأهمية التأمين العادي والمزايل اللي إحنا هنكملها النهاردة تتنقل لهؤلاء المربيين طيب النخالة اللي هياخدها للمربي واحد زميل يقول لي طيب ما أنا ممكن يروح يشتريها من بره لا هو لما هياخد النخالة من المطحن هياخدها بسعر المدعم اللي هو خمس تلاف جنيه النهاردة النخالة بره بحوالي سبعة تلاف و تلتمية جنيه هيبقى فيه فرق في الطن النخالة حوالي ألفين وشوية هو لو صرف هديك بقى أضعف الإيمان هو لو صرف شهر واحد نخالة هيدله أكتر من رسوم التأمين اللي دفعها شهر واحد نخالة هيدله أكتر من رسوم التأمين اللي هو دفعها زائد المميزات الأخرى اللي هيتمتع بيها غير الرضة اللي لسه بنسردها و هنقولها لحضراتكم دلوقتي حضراتكم عملتم منحة من جرعات التلقيح الصناعي من خلال صندوق التأمين هتفرقوها على المدريات أو لها إجراءات معينة طيب ما نعرفش ناخد نبزة عنها دلوقتي وطبعا إحدى الحاجات أو إحدى المميزات اللي بيعملها صندوق التأمين على الصروة الحيونية دعما وإحنا قلنا في الأول خالص إن الصندوق الغرض من إنشاؤه الحفاظ وتنمية الصروة الحيونية إحدى المميزات اللي اتكلم عليها دكتور حامد دلوقتي هو فعلا قيام الصندوق بتوفير العديد أو حزمة من الكصائبات السائل المنوي اللي هيتم توزيحها على مدريات الطب البطري اللي تقريبا هتبقى دعم كبير جدا جدا للمربي هنقول لسادة مدرين العموم عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية هنقول لهم إزاي حيبقى ما فيهاش أي ربحية خالص على المربي وهتتوزع على المربي بأسعار تكاد تكون يعني مجانا تمام وفي سبيل كده وفي سبيل كده زي بقول لحضراتكو هنشجع بيها تحسين سلولات وهنشجع بيها حفاظ على صروة حيوانية وخلافه من مميزات كتير جدا جدا دي إحدى الحاجات اللي الصندوق عمله في الفترة الأخيرة وزي برضو أنا بس أستأذنك معنش تبقى قطعة كتير بس في الأسئلة اللي بتيجي في دماغ المربي أنا زيه أو في الطبيق الطبيب البطري اللي قدامي دلوقتي وعايز يعرف أنت حضراتك بتقول هتوزحها مجانا هتوزحها مجانا مرتبطة بالتأمين ولا هتوزحها مجانا كده لأن هم شغالين تلقاح صناعة دلوقتي بتمن وبفلوس والمربي بيجي ياخده المربي هيروح لبتاع التأمين أكيد فيه حاجات أنت ربطنها بهذه الجرعة ولا هيبقى فيه يعني إيه الوحدات اللي شغالها بشكل والدكتور الشغال بشكل بعد إذن حضرتك خلينا نحط كل المميزات اللي بيوفرها الصندوق لتشجيع الفلاح أو المربي على التأمين العادي فيه زملة في محافظات يا جماعة والله والله الشهر اللي فات صارفين الزميل صارف ستة تلاف جنيه وسبعة تلاف جنيه مكافأة أو حافز صمصرة ليه؟ لأنه هو قادر على تجميع الحيوانات دي أو الأسماء دي وبيجي قدمها حضرتك ملكش دعوة خالص ودون التأثير على زميلك القايم بالعملية التأمينية يعني أنت النهاردة مجرد ما هتقدم الأسماء أنت نسبتك محفوظة الزميل اللي بيقوم بقى باللجنة أو الزمل اللي بيقوموا باللجنة النسبة بتاعتهم اللي هي ستة في المية ملهاش تأثير خالص ده زي الده وبالتالي وبالتالي إحنا عاوزين الموضوع ده ليه؟ إحنا الموضوع بيكلف السندوق بس مش مشكلة في سبيل أننا أنشر ثقافة تأمين عادي عند المربيين مشاهدين الأعزاء هنأخذ فاصل صغير وبعد الفاصل إن شاء الله هنفتح الأسئلة مع السادة الحضور الأطباء ولو كان فيه أي أسئلة من خارج الأطباء إحنا بعد الفاصل على طول هنبدأ الأسئلة وهيتبقى معنا الأستاذ دكتور عصام عبد الشاكور هيرد على جميع الأسئلة الخاصة بالتأمين أهلا بيكم مشاهدين العزاء زي ما انتفقنا مع حضراتكم إن احنا بعد كلام من الأستاذ دكتور عصام عبد الشاكور هنبدأ نسمع الأسئلة للسيادة الحضور وأول سؤال معنا الأستاذ الدكتور ناشوة فضاليا فند السلام عليكم زي حضراتك يا دكتور بس السفسار بسيط هو فيه شروط معينة بتحطوها عشان تصرفوا التأمين دون على الماشية وفيه هل بيبقى موجود حالات معينة ما بتصرفوا لهاش أو فيه شروط معينة بتقولوا لا دي ما لهاش صرف طبعا هو السؤال اللي سألته الدكتورة ناشوة سؤال كويس جدا وهنوجه هنوجه عناية حضراتكم إن الوثيقة بتاعت التأمين اللي هي تقريبا في كل وحدة بطرية اللي هو دفتر استمارة واحد تأمين حذاك لو قلبت الاستمارة هتلاقي فيها كل شروط صرف التعويد إمتى المربي يستحق تعويد كامل إمتى المربي يستحق نص تعويد إمتى المربي لا يستحق تعويد هكلم وأقول وأرد على الدكتورة أقول لها أيوة يا دكتورة في حالات لا يستحق المربي فيها تعويد ليه؟ ليه؟ إذا أهمل المربي في الإبلاغ عن الحيوان بتاعه للوحدة البطارية التابع ليها مجرد ظهور أي أعراض مرضية عليه وأهمل في دبح الحيوان إذا ساءت حالته لا يستحق تعويد كلام رائع إن إحنا دايما حتى يرجعني الكلام الأديم اللي بقوله دايما في حلقات العيادة البطارية التشخيص المبكر التشخيص المبكر مش شغلة الطبيب ده شغلة المربي أول ما حضرتك تلاقي الحيوان بتاعك امتنع عن الأكل أو أنت بتحط له عشرة كيلو وكان خمسة كيلو باس أو كان سوعة كيلو باس بسرعة استدعي الطبيب عشان كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كان العلاج مجدي كل ما تقدر تاخد الأكشن بتاعك صح طب لا قدر الله أنت مش أخصش بدري يبقى على أل تبقى متواجد مع الحيوان ما تسيبش الحيوان ينفق منك طبع أنت متابعه من أول ما يحصل له المرض وجايب الطبيب مرة وجايب الطبيب الثاني وفي حالات لا يجدي معها علاج يبقى الطبيب بيقول لك لن يجدي العلاج مع هذا الحيوان فحضرتك وينصح بالزبح فحضرتك تقوم بزبحه تستفيد حتى باللحوم بتاعته ولازم يبقى فيه طبيب بطري يكشف على هذه اللحوم ويشوفها صالحة للاستهلاك الأدمي ولا غير صالحة للاستهلاك الأدمي معانا سؤال تاني من الدكتور زاكي فضل يا دكتور زاكي فيه أكتر من سؤال معلش حضرتك السؤال الأولاني لو واحد عنده بقرة ماتت كان مأمن عليها بس ماتت واستمرت التأمين بتاعته خلصانة يعني استمرت التأمين خلصت الأسبوع اللي فات معادها وبقرته ماتت بعد منها كام يوم ده التصرف معاه إزاي الحالات اللي تستحق التعويض حضرتك برضو ذكرتها وموجودة في ظهر الاستمارة فيه واحد مثلا بعد ما أمن على الحيوان لا إن الحيوان دوت مش منتج بالنسبة له سواء لحمة أو لبن كيفية مثلا تعويضه أو كيفية مثلا تغيير الحيوان دوت وإمكانية الموضوع دوت بالنسبة للحالات اللي هي بتبقى حالات مرضية وفيه بعض الأطباء اللي هم بعيد عن الإدارة اللي مأمن تبحها أو دكتور خارجي بيتابع معاه وهو الراجل مصمم عليه كيفية إن أنا أساعد الراجل دوت في إنه ياخد تعويض أول حاجة بيحدك بتقول لو حيوان كان مأمن وبعد انتهاء التأمين بتاعه نفقت بإسبوع أو بعد بعد ما خرج بالتأمين عموما يعني طبعا هنا لا يستحق طهويت ليه؟ لأن أنا بأمن على الحيوان بتاعي فترة معينة اللي هي سنة أو ست شهور إذا كان حيوان تسمين أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات حسب رغبة العميل اللي هو عاوز يأمن التأمين العادي طبعا هو سنة التأمين العادي بيبقى سنة طيب المفروض إن الفلاح لو هو مأمن على بقرة أو جاموسة وهتفضل عنده أكتر من سنة مجوار قبل ما ينتهي التأمين بتاعها بيتجه للوحدة البطارية ويجدد التأمين بتاعها عشان ما تخرجش من التأمين وبالتالي لو خرجت من التأمين وحصل لها أي حاجة أنا أبعوضهاش لأنها تعتبر خارج تغطية التأمين دي حاجة الموضوع التاني أو السؤال التاني اللي حضرتك تسأل فيه اللي هو حيوان بيتعالج مع طبيب خارجي والله يا دكتور إحنا فعلا الموضوع ده إحنا بنقول كان مصار لي بعض التصرفات الغير سوية بمعنى النهاردة أنا إيه اللي خليني كسندوق تأمين وأنا بصرف وأنا ضمن الشروط بتاعتي أن الراجل ده عشان تبعد عنه صفة الإهمال في الحيوان بتاعه أنه يكون أبلغ طبيب الوحدة البيطارية بأن الحيوان بتاعه مريض طيب وهنا النهاردة لو الحيوان بتاعه دخل عليه الصبح ولقنافق أقرب حاجة يروح للدكتور الخاص والدكتور يقول لك آه أنا عالكت وشفته كويس وكنت بعالجه ببالة ثلاثة أيام تمام؟ فهنا ممكن آه مش كل الناس ومش كل النفوس سوية يعني زي ما بيقولوا إذا والله إحنا بنقبل وما بيكون في بعض الحالات شايفين فيها جدية بمعنى الراجل المؤمن عنده عشرين رأس أو تلاتين رأس وما حصلش عنده خلال السنة كلها حاجة وهي مثلا حالة وراح مثلا يوم جمعة ملقاش دكتور الوحدة أو في أجازة عيد ملقاش دكتور الوحدة وعالجها عن دكتور خارجي دكتور الخارجي ده بعد الدوام ما حصل بعد كده راح لدكتور الوحدة وقال له والله أنا عليكت الحالة دي وكان فيها كذا وفيه ثقة بين الناس وبعضها يعني وعمله زي شهادة بإن ده تم العلاج بتاعها في كذا كذا وخدت كذا وختمها له من عنده فأنا بصرف بيها ليه برضو وقوفا في صالح المربي تمام؟ كم فاضل سيادتك سؤال؟ أه حيوان أنا أمنت عليه طبعا إحنا بنقول إن شروط التأمين على الحيوان إن هو يبقى بصحة جيدة وإن هو يكون الصفات يعني فيه كل الصفات اللي تؤهله التربية خاصة لو كان حيوان لبن تمام؟ لازم إن أنا بختاره بعناية طيب ممكن إن أنا أمن على حيوان وبعد كده ألاقيه مش منتج أو مش بعد شهر بعد عادي جدا بتقدم بطلب للوحدة الباتارية اللي أمنتلي تمام؟ وبقول له والله أنا عاوز أعمل كذا 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 تقدم لها حل ما فيهش مشكلة خالص خالص تمام؟ وبستبدل الأرقام بتاعته بخليها بدل فاعد ما فيهش مشكلة مدام تنطبق عليه شروط وأنا كمربي وأنا كدكتور شايفت فعلا إن هذا الحيوان مش هيجد معاه أي حاجة خب بالك كل اللي إحنا بنعمله في صالح المربي إنه نزود الإنتاجات بتاعته سواء ألبان أو لحو شكرا يا دكتور العصام على هذا التوضيح وبشكرك يا دكتور زاكي على الأسئلة المهمة دي وخاصة إنه لو كان غير منتج إزاي يتغير وإزاي يحصل له تبديل بس برضو بأكد على الاختيار الجيد قبل ما أشتري الحيوان فدائما إحنا بنختار الحيوان اللي هو الصفات الحلاب فيه واضحة الضرع بيبقى ملتصك بالجسم الحيوان الصفات اللي إحنا قلناها كتير على إزاي أختار حيوان لبن معانا سؤال تاني من الدكتور سيد فضل يا دكتور سيد هو السؤال الأولاني عن أهم نقطة وهو حافز الدكتور البطري اللي هو رئيس قسم التأمين في الإدارة البيطرية طبعا الطبيب البطري هو يعني اللي شايل كل الليلة يعني هل الحافز بتاعه اللي هو بيوصله مجزي يعني الدكتور اللي بروح بالعربية على حسابه ما بيش عربها بتاخده وبروح هو يعين الحلاء النافقة أو اللي تم زبحها زبح الطراري أو اللي هو بيقوم بكل العملية من ألف إلى اليان انت حضرك حاطت حافز واحد في المية للستمصرة كويس طب الطبيب البطري لو واحد في المية من المدفوع احنا كلمة استمصرة مش بكل الطبيب البطري بتاعه اللي هو موظف الحكومة الحافز بتاعه وحضرتك قد ايه علشان يقوم بالمجهود ده صندوق يعتبر تأمين يعني الناس بتستنى مكافئة التأمين كان زبانا حاجة اسمها مكافئة التأمين هل في دلوقتي مكافئة التأمين طبيب بطريب ده سؤال السؤال التاني انه حضرتكو في بعض حالات صرف التعويض غير يعني مبهمة فاحنا عايزين طبعا ده حكم احنا عايزين حيثيات حكم انا كطبيب بتعمل مع المواطن ما بعرفش اجاوب له ليه خد حافزه ما اخدش طبعا هو صندوق بالمواصفات دي امل للناس لانه هو فعلا لو احنا هنحسب القيمة اللي تاخدها الدولة وقيمته في وجوده في وسط الناس هو اعلى بكتير جدا من الدولة بتاخته وفعلا حيفرق كتير جدا مع المربي لكن طبعا هو قيمة الصندوق الحقيقية مش وصلة المربي دي حقيقة طبعا المربي عنده سمعة مش حلوة يعني مش وصلة له المعلومات اللي عنده حضرتك النقطة التانية اللي هو اللي هو احنا ما بنعرفش نجاوب الناس ليه خد تعويضه ليه ما اخدوش احنا بنستسمع حضراتكو انا كدكتور بطري انا المسؤول على الحال اللي بعتها لما حضرتك تدي نص تعويض تبعاتلي حيسيات ليه خد نص تعويض ولو ما اخدش تعويض خالص حضرتك تبعاتلي ليه ما اخدش تعويض شانعرف اولا المربي يصحح نفسه لو كان عنده اخطاء ويبقى مقتنع مايفقدش الثقة في العملية كلها يقولك ده ما بدوناش فلوسه وتانية حاجة اني نعرف اجاوبه والله انت عندك اخطاء واحد اتنين ثلاثة وحضرتك مسلا ايه بعد كده لو صححتها هتاخد الحافز بتاعك شكرا دكتور عصام بس تفسر من حضرتك عن الحالات اللي بتموت فجأة عنده المربي خاصة ليلا يجي للمربي الصبح الساعة تمانية الساعة تسعة يقول لي عند البقرة ماتت او الجموسة ماتت مؤمن عليها علم ما روح له واخد بالك معايا باخد مساء ربع ساعة التسعة علم ما وصل له بلاقي الحالة في حالة تبس رمي وعد على نفوقها اكتر من ساعتين فما بتمكنش ان انا اعمل صفة تشريحية بالتالي بعمل التقرير ان الحالة ديت ما تعلقيتش وما راحتش الواحدة واخد بالحرك ما بعملاش تقرير تلتمية وتسعة عشر فبالتالي الرجل ده بيكونش تعويض فياريت حردك نقف مع المربي دوت واخد بالك بحس ان انسان ده دي نص تعويض ربع تعويض دي مش مشكلة بس اما حاجة نقف معاه ده سؤال السؤال التاني واخد بالحرك في بعض المربيين بيشتكوا بانه خد نص تعويض او ربع تعويض واخد بالحرك يعني بدل العجل مسلا متأمن عليكم خمشة الف خد اربع تلاف ييجي قولي خدت اربع تلاف ليه موالعجل تتعالج في الواحدة ويوم واثنين واخد بالك ونافق زي زي اجل العجل عندك فلان وخد مسلا اتمن تلاف او تسعة تلاف دي نقطة النقطة التالتة او السؤال التالت حالات البوروسيلا مسارع البان مؤمن عليها بيتصب البوروسيلا بالاسئلة بتاع سيادتك حالات البوروسيلا السلو والبوروسيلا بيتم التعويض عليها من خلال اللا هيئة العامة الخيرانات البيترية عشان لايجوز ان انا اعمل للتعويض دي حاجة السؤال التاني بتاع حضرتك الراجل اللي هو عالج وبياخد نص تعويض زي ما تساعدتك وذكرت او ربع تعويض احنا الصندوق ما فيهوش ربع تعويض احنا بنصرف تعويض كامل يا نص تعويض يا ما فيش صرف تعويض خالص حضرتك بتقول ليه هو اخد نص تعويض من انه معالج في الوحدة زي ما قلت لحضرتك احنا بينقصنا كتير جدا فيه موضوع ان احنا نعرف التعليمات اللي موجودة على ظهر وصفة التأمين لابد ان السادة الزملاء في الوحدات البيطرية وفي التأمين وفي الارشاد يعرفوا المربي ايه حقوقه ايه واجباته المربي ده لو اهتم بالعجل بتاعه مجرد ماذا ترحمت ما قال بالزهور اي اعراض مرضية عليه وتعالج في الوحدة ما بقولش ثلاثة ايام ولا خمس ايام اكتب له علاج واقول له كرره مش شرط يجي لي يتردد تاني يعني تمام لكن الفلاح وازا سائد حالته اتباحه يعني ازا ما فيه حاجة بعض الحالات اللي لاتي لا يجدي فيها العلاج فده حضرتك المفروض على طول ان الفلاح ادى العلاج الحالة سائد دبح بعد كده بيبعت لحضرتك او كالطب بطري ادم هو عالج ودبح بياخد تعويضه كامل طب عالج جساب العجل نفق بياخد نص تعويض طيب العكس دخل لقى العجل بتاعه في وضع ما خلاص طالب الحلال هيباحه هياخد نص تعويض برضه لانه ملاحظوش من الاول او فيه حتة قصور فيه لكن السؤال بقى لحضرتك قلته الاولاني يعني بساعات بيجي بلغك دخل على الحالة بتاعته الصبح لقىها نفقة او ماتت فجأة على فكرة احنا شكلنا لهذا الموضوع لجنة علمية من اكبر اساتيست الجامعات عشان برضو فجئنا ان احنا بيجينا حالات في الصفات التشريحية موت مفاجئ او نفاخ ليلي او 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 اللجنة العلمية اقرت ان يبقى في بعض الحالات اللي هي كحالة اولى عند المربي ما هو زي برضو احد الحالات واحد مربي عنده تلات حالات نفقه في اوقات مختلفة من فترة التأمين التلات حالات موت مفاجئ اللجنة اللي بتعمل له الصفة التشريحية ما عندهاش للموت المفاجئ تمام وبالتالي حضرتك بياخد اول حالة موت مفاجئ او نفاخ سواء ليلة او نهارة او كده بتديره نص طاوية عشان بس بقول له بعد كده بقى خب لك خب لك لا دي بياخد فيها مش ما بياخدش فيها حاجة بس اللي حضرتك ارد عليك برضو فيها حضرتك بتقول لي انا بروح له فبيكون مر ساعتين على النفوق فما بقدرش اعمل له صفة تشريحية معتقدش يا دكتور سيد ان ساعتين متعرفش تعمل له صفة تشريحية معلش بس في حاجات تانية هتديك انديكيشن عن الحالة ماتت ليه ما هو انت المفروض برضو تشرح عشان تقول للرجل ده خد بالك انت فيه كذا انت عندك التهبات رقوية انت عندك كذا انت عندك كذا تمام فمعلش برضو دي نبقى ايه يعني ناخد بالنا منها اما حالات الموت المفاجئ او النفاخ المفاجئ الليلة او النهاري فبيدينه نص طويل هي دي فرصة طبعا وجوده استاذ دكتور عصام ان قال حاجة مهمة جدا اللي هو هدف السندوق الحفاظ على السرعة الحيوانية فانا فيه دراسة من الناس كتير بقسمية وتلفوناتها بتوصل صوتها لحضرتك ان هما عندهم استعداد ما يدفعوش واحد في المية من قيمة الحيوان عندهم استعداد يدفعو الخمسة في المية نظير اهم حاجة ان احنا نوفر علف بتخفيض خمسين في المية طبعا احنا حاجة طبعا بستفيد بفرصة ان حاجة دكتور فيلد وطبعا معالي وكيلي الوزارة دكتور فيلد معروف ان العجل تكلفت والتلت شراء والتلتين علف فانا احنا لو الناس عندها استعداد تدفع خمسة في المية نظير العلف خمسين في المية علف متكامل وانا عندي دراسة باسامي الناس وتلفوناتها في المنطقة اللي انا شغال فيها وفي دراسة اوفر لساعدتك ازاي الاكل برضا اوساعد في تكوين الاكل ازاي فطبعا احنا من غير ما نوفر علي اكاملة بخمسين في المية الصراح الحيوانية اللي انا اسف الزرايب او اماكن التسمين كلها فضية نظرا لغلو العلف فانا شايف دور السندوق في الفترة دي العلف واحنا ممكن يعني ده اقتراح ان احنا نستسنى كل حزمة الحاجات السندوق عاملها اذا كان تلقيح وا 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 وركز على العلف لان صاحب الحيوان هيلاقح مرة في السنة او مرة في السنة فالقصة كلها في العلف باشكر حضرتك الدكتور طارق وسؤالك جميل ومعانا الدكتور يعني هو حتى حب السؤال بتاع حضرتك وهياجب عليه بالتفصيل دكتور طارق شكرا على السؤال حضرتك وهو فتح لينا حاجة يعني وقت الحلقة يمكن ما كانش هيسمع وكنا هنتكلم فيها بعدها لكن سؤال حضرتك هيخلينا جاوب احنا صندوق التأمين على الصلاة الحيوانية يمتلك مصنعين اعلاف واحد في المرج واحد في النبرية تمام المعلومة برضو اللي محدش يعني منك ممكن يكون عارفة يمتلك مصنعين لانتاج الاعلاف واحد في المرج واحد في النبرية في الفترة الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي احنا فيه دراية تماما خلصنا منتج اغلبه نخالة مع بعض الاضافات تم عمله من اكبر اساس كلية الزراعة في التخزية الحيوانات وهم عضوا في مجلس ادارة السندوق وتم تسجيل المنتج في وزارة الزراعة وصدور شهادة التسجيل بتاعته وتم اعداد كل حاجة حتى العبوة بتاعت المنتج وان شاء الله باذن الله حيتم نزول المنتج للسوق قريب للمؤمنين الماشية بس طبعا يا دكتور طارق بعد اذنك ما اقدرش اعمل اللي انت بتقوله بان هو نسبة خمسين في المية لان سيادتك ادام انت بقى في القصة او في المطبخ بتاع الموضوع ده سيادتك عارف قيمة الخامات النهاردة عاملة ازاي سيادتك عارف النهاردة الفول الصيب كام والدرة بكام والرده بكام فانا اه انا هبيع او هعمل منتج فيه دعم مكبير للفلاح بس مش هقدر انزل لخمسين في المية اشكركم جميعا واشكر لدكتور عصامة بشكور اذكر لدكتورة ناشوة دكتورة وفاء دكتورة فاطمة جميع الاطباء المدرية جميع المربيين الحاضرين باشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته